تسريع جوجل كروم وحل مشكلة بطءه واستهلاكه المفرط للرامات وحل مشكلة بطء التحميل والمتصفح سلام عليكم شباك وحالكم إن شاء الله ضيمن تكونوا بألف خير معكم أخوكم محمد رجعت لكم اليوم مقطع ستوري سنتوري جديد مقطع اليوم جماعة الخير رح يكون عن متصفح جوجل كروم مشكلة كبيرة بيواجهها مستخدمي هذا المتصفح خصوصا أصحاب أجهزة الضعيفة والمتوسطة هي استهلاك المتصفح المفرط للرامات وبطءه كمان كمان في مشكلة بتواجه بعض الناس أن لما بتيجي تحمل من المتصفح بيكون بطيء جدا إحنا اليوم رح نحل هاي المشكلة يا إخوان بس قبل ما نبدأ نجد تشاركوا في قناة وفعلوا الزر الجرس وحطوا الإشعارات على الكل عشان بإذن الله ننصل للخمسين ألف مشارك في أسرع وقت ممكن لايكوا لهذا الفيديو عشان ينتشروا ويوصلوا لأكبر عدد من الناس الله يساعدكم يرام أولا شباب رح ننروح على متصفح جوجل كروم نيجي على الثلاث نقط هذول هون وننزل تحت على خيار هيلب هون ونروح على أباوت جوجل كروم نتأكد في بداية أنه عندنا آخر نسخة من متصفح جوجل كروم محدد لآخر إصدار عشان هاي الخطوة بتحل كتير مشاكل من نسبة للمتصفح هون مثلا عندي أنا آخر إصدار لو عندك أنت إصدار أقدم رح يحاول أنه يعمل أبديت لحاله بعد ما يخلص رح يطلب منك يهرق خيار هون يقول لك ريسارت يعمل إعادة تشغيل المتصفح عشان يشتغل الإصدار الجديد بعد نروح على الثلاث نقط هذول مرة تانية ونروح على خيار سيتينغ هاي المرة وننزل تحت على خيار سيستيم بالمكان هاد رح نلاقي الخيارين هذول الاثنين لازم هذول الخيارين تطفيهم الخيار الأول أنه المتصفح يضل وشغال على الخلفية هون لما نفعله مثلا رح نلاقي كروم موجود هون وتلاقيه يعني بيشتغل على الخلفية هذه الخطوة وهذا الخيار بيستهلك من الرماد بشكل جدا كبير وبيبطئ من المتصفح بشكل جدا كبير بالنسبة لخيار التاني هذا الخيار معناه أنه جوجل كروم يستخدم من موارد جهازك عشان يسرع من المتصفح لكن بالنسبة لهذا الخيار بصراحة بشوف أنه خطوة غير موفقة بالنسبة للأجهزة الضعيفة كتير عشان لما بيأخذ من موارد جهازك بيبطئ من الجهاز بشكل مطبيعي بصراحة فحاول هذا الخيار تطفيه لو جهازك ضعيف كتير ولو شفت عندك المتصفح كتير بطي بس لو جهازك كويس ممكن أنك تجرب تفعل هذا الخيار وتخليه شغال أنا بتطفيه حاليا عشان يعني راح أوريكم هسا نعمل يعني إعادة تشغيل للمتصفح مرة تانية ونرجع عشان نتطبق معاك الخطوات هاي بعدها يا أخوان راح ننزل للخيار اللي بعده هون يا أخوان نروح على راح نلاقي خيار هذا الخيار يعني بيشوف لك لو فيه أخطاء لو فيه فيروسات لو فيه برمجيات خبيتة لو فيه كتير أخطاء بيحاول أنه يصلحها نضغط على خيار find راح يعمل check for harmful software هاي الخطوة جدا مهمة يا أخوان بتعمل clean للكمبيوتر clean للمتصفح وبيتسرع من أداء متصفح Google Chrome زي بيشوفون هون يا أخوان no harmful software found يعني ما لقى أي شيء عندي على الجهاز لو فيه أي فيروسات أو أي مشكلة عندك راح تظهر عندك هون والتلقائيا هو أصلا راح يعمل clean لها بعدها يا أخوان راح نسوي راح نحاول نروح للإضافات والتطبيقات اللي متبتها أنت على الكروم الاكستنشنز يا أخوان نيجي هون على الخيار هذا الثلاث نقاط هذول نروح على more tools ونيجي على الاكستنشنز بالشكل هذا راح تلاقي عندك هون الإضافات اللي أنت متبتها على الكروم هاي الإضافات جدا مهمة يا أخوان حشان هي بتشتغل على الخلفية وبالتالي بتبطئ من أداء المتصفح عندك إيش راح نسوي إحنا راح نيجي هون ونشوف كل الإضافات اللي مش شغالين بيها إحنا مثلا أنت مش شغال بهاي طفيها هاي ما بتعرف حتى شو هي طفيها مثلا هاي internet download manager راح نخليها هاي مثلا مش شغال بيها طفيها كمان هاي يعني أي خيار أنت مش شغال به حاول أنك تطفيه يعني وتقدر حتى تعمله remove لو ما بتدكش إياها أنا كل هاي الإضافات بشتغل بيها فبخليها انت شوف كل الإضافات هاي اللي مش شغال بيها انت حاولت تعمل لها remove من هون مثلا هاي راح عمل لها remove يعني من هون remove عشان يتم حدفها بشكل كلي خلص تم حدفها يا إخوان زي ما بتشوفون هاي الخطوة كتير مهمة ويتسرع من Chrome ويتحل مشكلة بطء المتصفح بشكل جدا كبير بصراحة يا إخوان تأكدوا من هاي الخطوات شيل كل شيء انت مش في حاجة إلو عشان تتخلص من كتير مشاكل نذهب للخطوة الموالية يا شباب نكتب كلمة flags هون يا إخوان Chrome flags يضغط عليها بالشكل هذا بعدها راح نيجي هون يخوان هنكتب كلمة parallel بالشكل هذا يا إخوان هاي إخوان parallel downloading نيجي هون على default نحطها enable بالشكل هذا راح يطلب منك relaunch نضغط على relaunch هاي الخطوة بتحل مشكلة بطء التحميل من المتصفح يا إخوان بالنسبة للماك الويندوز لينكس كروم اندرويد كل هاي الأنظمة بتحل هاي الخطوة مشكلة بطء التحميل من المتصفح بعدها يا جماعة راح نرجع للثلاث نقط هذول مرة تانية more tools ونيجي على خيار clear browsing data بالشكل هذا يا إخوان نحاول أنه نحدف الداتا الخاصة بالمتصفح والكاش والكوكيز والهيستري كل هاي الشغلات راح نطفيها يا إخوان ونشيلها نروح على advanced ونيجي نعلم على كل هاي الخيارات بستناء password والخيار auto file from data نيجي نشيل علامة الصح على الخيارين الاثنين هذول الكلمات السر الخاصة بيك ومعلومات تسجيل الدخول الخاصة بيك نيجي نشيل علامة الصح على الخيارين الاثنين هذول ونضغط على clear data راح يحل لك مشكلة كتير مهمة يا إخوان هاي الخطوة عشان بتتخلص من الملفات المؤقتة وملفات الكوكيز والهيستري كل هاي الملفات بتبطأ من شغل المتصفح وبتخلي المتصفح جوجل كروم يصير جدا بطيء بالنسبة إلنا الخطوة الأخيرة يا إخوان راح نروح هون ونكتب chrome بالشكل هذا يا إخوان chrome web store بهذا الشكل chrome web store ندخل للستور الخاص بجوجل كروم ورح نكتب هون يا إخوان كلمة degreeate بالشكل هذا degreeate suspender هذا الشكل نكتب الكلمة هاي نروح لأول خيار نضغط عليه بالشكل هذا يا إخوان أداة degreeate suspender original الأداة هاي جدا مميزة يا إخوان نعمل لها إضافة ممكن يعني أحط لكم الرابط في وصف الفيديو وفي التدوينة في موقع الإلكتروني تروح مباشرة للرابط الأداة نيجي هون يا إخوان زي ما بتشوفون هون هاي الأداة شو بتسوي مثلا إنت فاتح كتير نوافد هون فيسبوك يوتيوب هون موقع تاني هون الخطوة هاي لما بتعملها ممكن تفتح خمس نوافد مثلا بس لما تكون كتير نوافد مفتوحة هون بيصير المتصفح جدا بطيء وبيستهلك من الرماد بشكل جدا خرافي بصراحة لكن هاي الأداة شو بتسوي راح أوريكم مثلا إخوان يجي هون راح نحطها مثلا عشرين ثانية بالنسبة لباقي هاي الخيارات ما بشوف أنه في شي مهم نحط هون دارك مثلا تقدر تحطها دارك عشان يعني تصير الخلفية بالشكل الأسود هون وزي ما قلت لكم على حسب التواني اللي انت بتحطها عشرين ثانية مثلا كل عشرين ثانية زي ما تشوفون النافدة هاي اللي فتحتها هون خلص صارت مسكرة يعني زي ما تشوفون والتانية كمان صارت مسكرة والتالتة تم تسكير لو بدك تعود تشغيلها مرة تانية بس تضغط عليها هيك وراح يتم يعني تشغيلها مرة تانية زي ما قلت لكم لما بتفتح كتير نوافد هون مثلا نفتح موقع بان جود المهم كل هاي المواقع لما بتكون نوافد كتير مفتوحة المتسطح بيصير بطيء بشكل جدا رهيب لكن هاي الادا لما بتفعلها بتساعدك انه كل عشرين ثانية بتطفيلك النوافد هاي ممكن يعني تحطها اكتر انت مثلا تحطها خمس دقايق عشر دقايق عشان مثلا لو بتتفرج على فيلم وقلت دقيقة روح اشيك على الفيسبوك وارجع اتتابع الفيلم مرة تانية ممكن لو خليتها تلاتين ثانية بس الصفحة راح يتم عمل الها ريفرش وراح تروح تدور مرة تانية على اللقطة والدقيقة لانت واصل لها المهم يا اخوان افضل خيار بشوفوا انك تخليها خمس دقايق هون خليها خمس دقايق وكل خمس دقايق راح يتم يعني تسكير هاي انوف زي ما تشوفون هون يا اخوان بعد ما مرت عشرين ثانية راح يتم تسكير الصفحة زي ما اجدلكم تم تسكير الصفحة هاي الخطوة جدا مهمة وبتساعد انه جوجل كروم ما يسهلك من موارد الجهاز ويصير اسرع والجهاز كمان يصير اسرع معاك وهيك كان شرحنا لليوم يا اخوان اتمنى لو استفدتم تشتركوا في قناة تفعلون زر الجرس حطوا انشعالات على الكل عشان تبيدن الله نوصل للخمسين الف مشارك في اسرع وقت ممكن لو انتم بس يفسار انزلوا تحت للكومنتات تكتبوا لي اياه او حبيته بس تكتبوا لنا اي تعليق اسطوري سنتوري زيكم نافذة التعليقات موجودة في الاسفل لايكاتكم لهذا المقطع اللايك بيفيد الفيديو بشكل جدا كبير يخوان اشتركوا في القناة وفعل زر الجرس مضان اشتركوا في القناة وان شاء الله شوفكم في مقطع سنتوري قادم السلام عليكم وقت الله